بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الثاني في الرياضيات للسنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد رقم واحد حيث قال لتكن جي الدالة المعرفة على آري يعني من ناقص منانية إلى زائد منانية بالعبارة جي لإكس وسائلين إكس ناقص واحد لكل مربع زائد اثنان قال وليكن سي جي تمثيلها البيان في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس قال أحسب كا دائرة جي لإكس أو جي تركيب كا لإكس وعندنا كذلك جي دائرة كا لإكس حيث كا هي الدالة المعرفة على آري بالعبارة ماذا كا لإكس وسائلنا ناقص إكس ثم ثانيا قال اشرح كيف يمكن رسم سي جي اعتمادا على بيان الدالة مربع ثم أرسمه قال لا يطلبه رسم بيان الدالة مربع يعني الشرح فقط ثم قال ثالثا في نفس المعلم السابق أرسم منحنا كلا من الدالتين التي عبارتها هي القيمة المطلقة لجي لإكس وكذلك الدالة آش التي عبارتها ناقص جي لإكس إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفاصلة إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على الأول قال أحسب كا دائرة جي لإكس أو تقرأ كذلك جي تركيب كا لإكس إذن نكتب هنا حساب كا دائرة جي لإكس ركزوا هنا الأمر جد بسيط يا أبنائي لاحظوا وانتبهوا معي إذن تصبح لنا هكذا تصبح لنا كا لمن كا دائرة جي لإكس هي في الأصل ماذا؟ هي أنه هذه تكون في بطن هذه يعني جي تكون في بطن الكا فنصبح لنا هكذا تصبح لنا كا لجي لإكس حتى تفهموا جيدا إذن هذه القراءة يا أبنائي أن هذه جي تكون في بطن الكا إذن فماذا تصبح لنا تساوي؟ معنى هذه نعوضها في كل إكس من كا معنى نعوضها هنا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هكذا ركزوا تصبح لنا ناقص جي لإكس قلت إذا كانت تخيلوا هنا عندي ناقص إكس مربع فنضع هنا ناقص جي لإكس لكل مربع يعني هنا بالداخل لاحظوا هنا عوضوا كليا بعبارة دل جي فتصبح لنا تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ونفتح قوس هكذا إكس ناقص واحد الكل مربع زائد إثنان ويمكن أن ننشر هذه تصبح لنا أو نتركها كما هي الآن نأتي إلى العبارة الثانية اللي هي العام الآن جي دائرة كا لإكس تساوي تساوي أنه الآن هذه الكا تصبح في بطن الجي تصبح تقرأ جي لماذا؟ لكا لإكس هكذا تساوي الآن هذه نعوضها يا أبنائي في كل مكان من إكس في الدالة جي فتصبح لكم هكذا ركزوا تصبح تساوي ماذا؟ تساوينا هكذا كا لإكس ناقص واحد الكل مربع زائد إثنان لكن الكا لإكس نحن عندنا قيمة وهذه هي إنها ناقص إكس فتصبح لنا تساوينا ماذا؟ تساوينا ناقص إكس ناقص واحد الكل مربع زائد إثنان لكن بما أن هنا عندي ناقص وناقص تقول قاعدة إنتبهوا أرجوكم تصبح لنا تساوينا هكذا ناقص في نستخرج ناقص ومن هنا ومن هنا عامل مشتركة فتصبح لنا الناقص راحظوا x زائد 1 هكذا ثم الكل مربع زائد 2 لكن الناقص هذا إذا ربيع الناقص فماذا يصبح يصبح يصبحنا هو زائد ومعنا تصبح لنا وتساوينا x زائد 1 الكل مربع زائد 2 هل هذه القيمة تسوي لنا هذه القيمة مستحيل فهنا نستنتج أن ماذا أن التركيب عملية غير تبدلية حتى تفهم جيدا مع أن هنا بما أن هذه معرفة على R وهذه على أن فإن تركيبه معطينا كذلك R يعني إذا جئنا هنا وقلنا أنه هكذا D لمن لK دائرة G هذه تسوي لنا R يعني مجموعة التعريف وهذه كذلك D لمن لK دائرة K هذه كذلك مجموعة التعريفية R لأن كلاهما الأولى معرفة على R والثانية معرفة على R فأعطينا تركيبهم أن مجموعة التعريف هذه يقصد بها D معنى مجموعة التعريف فأصبح أن التركيب هذا غير تبديلي فيمكن أن نعطيها كملاحظة نقول نستنتج أن ماذا أن K دائرة G ل X لا يساوي ماذا لا يساوي G دائرة K ل X أي أن عملية التركيب الدوال ليس عملية تبديلية بعدما أنهينا مع هذه الجزئنات الآن إلى الزو الآخر قال اشرح كيف يمكن رسم سيجي اعتمادا على بيان الدلة مربع لاحظه هنا حتى نوضح لأبنائي إذن الدلة مربع لو نلاحظه جيدا إلى رسمها البياني أكيد هي دلة زوجية فيقول رسمها البياني هو هكذا من هنا ومن هنا هكذا هذا الدلة مربع ثم سوف نقوم بمحيه حتى تلاحظه قال إذن نقول هنا شرح كيفية رسم ماذا رسم سيجي انطلاقا من ماذا من منحنى الدلة مربع الدلة مربع اللي هي المعروفة أنها هذه اللي هي X أفوا قلت هي X مربع إذا قلنا أن الدلة مربع هي هذه ركزوا جيدا إذا قلنا الدلة مربع يا أبنائي هي هذه ركزوا وجهة الاختلاف أنها هي X مربع لاحظوا الآن إلى الدلة G لاحظوا عبارتها ما هي ركزوا هي X ناقص واحد الكل مربع زائد ماذا زائد إثنان هذه إنها الدلة من إنها الدلة G ما هو الزيادة التي أضفت ما بين X مربع و X ناقص واحد مربع زائد إثنان أرى أنه أضف هنا هذا أضف الناقص واحد وأضف الاثنان فتقول القاعدة إذا كانت عندنا عبارة اسمعوا جيدا مكتوبة الدلة مكتوبة على هذا الشكل لاحظوا وانتبهوا مكتوبة هكذا X زائد A الكل مربع زائد B فإن ماذا يوجد يوجد يتم رسم CG انطلاقا من ماذا من منحنى الدلة من هي قلت الدلة مربعة بواسطة ماذا انسحاب شعاعه ركزوا جيدا V مركباته ما هي يا أبنائي لاحظوا وانتبهوا أين ينعدم هذا الذي بالداخل X ناقص واحد دعالونا أذهب إلى المسودة X ناقص واحد يساوي الصفر أنقل هذا إلى هنا يصبح هنا X كم يساوي يساوينا واحد إذن واحد وهذا العدد الذي يضاف هنا نتركه كامل ليس هو ناقص اثنين إنما الاثنان هذا هو شعاع هذا الانسحاب وعيد حتى تفهموا أرجوكم وعيد حتى تفهموا إذن دائما اذهبوا إلى هذا أين ينعدم الذي بالداخل نضع ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد واحد ناقص واحد كم صفر إذن وجدنا أن الذي بالداخل ينعدم عند الواحد إذن هو الأول وهذه الزيادة نحملها كما هي إذن ثم بعدها نأتي الآن إلى ماذا إلى رسم دقيقوا جيدا وانتبهوا أرجوكم إذن قلت كيف نأتي الآن أبناء بإنشاء هذا الشعاع لهو كم على محور فواصل واحد ها هو واحد وعلى محور التلاتب كم إذنان فتكون محصلة في هذا المكان ثم ماذا نأتي نأتي إلى هذا ونقوم بسحبه هكذا على محور فواصل ثم نصعد هكذا فيكون هذا هو سي جي فقط قال هو الرسم ها قد الآن رسم هذا المنحن وبطريقة جد بسيطة لم أفعل شي قال هنا نكون هنا نسحب هكذا بواحد ونصعد بمرتان ويصبح الشعاء المنحن في هذا المكان وانتهى الأمر فقط أبنائي ثم بعدها يمكن أن نقوم بمسح هذا ثم نكمل بقية الجزء الآخر إذن الجزء الآخر ماذا قال أبنائي قال كذلك في نفس المعلم سابق أرسم منحن كلا من الدلتين F والدلة H إذن نكتب هنا رسم C F وماذا وC H انطلاق من ماذا من C G لاحظوا عندنا ماذا عندنا أن F لإكس ها هي F لإكس كم تساوي تساوينا القيمة المطلقة لج لإكس أولا نحن نعلم أن القيمة المطلقة دائما في الرياضية هي أكبر أو يساوي السفر نقول أولا C F يقع فوق محور الفواصل لماذا أبنائي اسمعوا أي شيء إذا كان داخل قيمة المطلقة يكون يقع فوق محور الفواصل معنى منحن C F يكون فوق محور الفواصل انظروا الآن إلى محور الدلة G هل هو تحت محور الفواصل انظروا ها هو محور الفواصل هل C G فوقه أم أسفل منه إذن فوقه إذن يبقى ينطبق عليه نقول C F ينطبق على ماذا على C G لماذا لأن C G يقع فوق محور الفواصل يعني يبقى هو يعني كيف هذا هو بنفسه C G C F إذن يمكن أن نضع هنا C F ثم عندنا كذلك انظروا إلى H ماذا تساوي إذن عندنا H ل X قال تساوي ناقص G ل X ما معنى هذا الكلام أن H هي أمامكم H ل X ناقص G ل X نقول C H يناظر C G بالنسبة إلى محور الفواصل هذه قاعدة إذا كان الدالة تساوي عكس الأخرى في الإشارة فنأتي إلى المنحنة هذا ونناظره كيف لاحظوا هذا المنحنة اسمعوا عفوا هذا المنحنة نأتي إليه ونقلبه هكذا ونناظره بالنسبة إلى محور الفواصل يعني محور الفواصل هو الأسود إذن هنا بكم كان هنا وننزل مرتان فيصبح لنا في هذا الموضع هذا الذي جاء هنا اسمعوا جيدا هذا يا أبنائي الذي ترى أحيذون أن أقوم بتلوينه سوف نعطي له أفضل هكذا وهكذا هذا يمثل لنا C X ناظره بالنسبة إلى هذا له محور الفواصل إذن لما نجد دالة تساوي عكس الأخرى فيصبح منحنايهم البين والتناظر بالنسبة إلى هذا المحور فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة وما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا